بسم الله الرحمن الرحيم سأريكم اليوم كيف يمكن برمجة روبوت EV3 على موقع MakeCode فهذا موقع MakeCode نقوم بالنزول إلى EV3 بالنزول إلى أسفل مثلا نجد العديد من المشاريع التعليمية والتي تسهل لنا عملية برمجة EV3 نختر هذا المشروع مثلا Show Instructions يعطيني هنا وصف دقيق لكيفية برمجة الحساس وهو حساس الألتراسونيك فإننا نصله على المعالج في المنفذ رقم 4 والمشروع هنا عبارة عن صنع بوابة بحيث أنه إذا مر أي جسم من هذه البوابة فإنه سيصدر صوت بالنزول إلى الأسفل نجد الكود البرمجي المستخدم في هذا المشروع البسيط فنختار Forever ثم من Sensors وهي الحساسات نختار الأمر الخاص بالألتراسونيك ومعناه توقف إلى حين أن يكتشف الألتراسونيك شيئا يكتشف جسما ما وواضح هنا أنه متصل بالبورت أو المنفذ الرابع فإذا اكتشف أي شيء فإنه يصدر صوتا نغير الصوت مثلا نختار هذا الصوت ثم نضغط على Download فينزل الكود البرمجي إلى التنزيلات نعمل له إرسال إلى AV3 طبعا بعد وصله نشاهد النتيجة الآن نشاهد النتيجة الآن